بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالمان متداخلان منفصلان عالم الغيب وعالم الشهود عالم الشهود محدود ما يرتبط بجسمك فإنه محدود يداك محدودتان طولك محدود حجمك بشكل عام محدود ولا يمكن لأحد أن يخرق الأرض أو أن يبلغ الجبال طولا ولكن عالم الغيب بلا حدود فما يرتبط بالعلم وما يرتبط بالإرادة وما يرتبط بالعقل لا حدود له وفوق كل ذي علم عليم نحن أمام فرصة عظيمة جدا وهي فرصة أن نعرج في عالم الغيب ومن ثم نتحكم في عالم الشهود أنت يمكن أن تقود جسمك من خلال روحك وروحك من عالم الغيب نحن عادة دوال العام يتحكم فينا عالم الشهود وليس عالم الغيب أي نستجيب لغرائزنا لجوعنا لعطشنا لانجذابنا إلى الجنس الآخر وفي شهر رمضان ونحن على أبوابه نتدرب على التحكم في الغرائز تجوع وأمامك الطعام ولا تأكل تعطش وعندك الماء ولا تشرب حتى الجنس الحلال ما بين الزوجين تحرمه على نفسك تقوي إرادة الإيمان في ذاتك من خلال التوقف في عالم الشهود والعروج في عالم الغيب أساسا عالم الغيب هو الذي يتحكم فينا فالذي يكون صالحا ومصلحا ويعمل للصلح بين الناس يتمتع بروح شفافة روح صالحة وبالعكس الطغاة لا يختلفون في أجسامهم مع غيرهم ولو أنك جلست إلى أطغى الطغاة في التاريخ فإنك تجده مثلك لكن الروح هو خبيث وكما أن السيارة بأجهزتها المختلفة يقودها السائق فإن الإنسان في الحقيقة هو الذي يتحكم في عالم الشهود بروحه شهر رمضان شهر العروج إلى الله التقرب إليه كسب رضاه ومن ثم فقد أوجب الله علينا أمورا معينة في هذا الشهر كي نرتبط بعالم الغيب ونتحكم في عالم الشهود هذه فرصة إلهية عظيمة جدا لابد أن نتهيئ لها حتى نتحكم في عالم الشهود ونعرج في عالم الغيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر